في قديم الزمان ومنذ أمد بعيد عاش نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام كان سيدنا إبراهيم ثكياً لماحاً فلقد وهبه الله رشده وهو صغير كان إبراهيم وهو صغير لا يؤمن بما يعبده قومه وكان يبحث عن الإله الحقيقي ففي إحدى الليالي كان يراقب السماء فرأى كوكباً لامعاً وهاجاً فعندما رأاه قال إبراهيم هذا ربي لابد أنه هو ولكن عندما غاب وذهب قال إبراهيم لقد ذهب هذا الكوكب إنه ليس ربي ثم نظر إلى السماء مرة أخرى فرأى القمر قال في نفسه هذا أشد ضياءاً لابد أن هذا هو ربي ولكن عندما غاب القمر قال في نفسه لإن لم يهدني ربي إليه لأكونن من الضالين وفي اليوم التالي بزغت الشمس فرآها كبيرة وهاجة فقال هذا ربي هذا أكبر فلما غابت قال إني بريء من كل هذه الأشياء التي تعبدونها إني وجهت وجهي للذي خلق السماوات والأرض وما أنا من المشركين سيدنا إبراهيم عليه السلام يبذل قصارى جهده لمعرفة الحقيقة نعم يا أحمد لذلك هدى الله إبراهيم وأنزل عليه الوحي وأمره بأن يدعو قومه إلى طريق الرشاد فقد كان قوم إبراهيم يعبدون الأصنام وفي أحد الأيام شاهد مجموعة منهم تعبد هذه الأصنام فتوقف عندهم وسألهم أيها القوم كيف تعبدون هذه الأصنام فهي حجارة لا تتحرك لا تضر ولا تنفع حسنا أخبروني إذا دعوتم هذه الأصنام هل تستطيع أن تسمعكم أجيبوني فأجاب أحدهم بقوله ما هذا الكلام الذي تتفوه به يا إبراهيم إننا نعبد هذه الأصنام وكان أباؤنا يعبدونها أيضا وأجدادنا من قبلنا يعبدونها فأجاب إبراهيم يا قوم أنتم وآباؤكم وأجدادكم كلكم في ضلال فكيف تعبدون الحجارة إن هذا شيء غريب فقال شخص آخر أنت مجنون يا إبراهيم مجنون هذه الأصنام هي آلهتنا وآلهة آبائنا فقال إبراهيم حسنا والله لا أقومن بعمل شيء يمنعكم من عبادة هذه الأصنام كان إبراهيم ينوي القيام بشيء يظهر فيه لقومه أن عبادتهم خاطئة وأن عليهم العودة إلى صوابهم لقد فكر إبراهيم فكر وفكر وبعد أن هداه الله إلى العمل الذي عليه القيام به ذهب إلى معبدهم وماذا عمل سيدنا إبراهيم في المعبد؟ عندما دخل إلى المعبد ضحك إبراهيم من عبادة قومه وقال وهو يضحك ويسأل هذه الأصنام على سبيل السخرية ما رأيكم أن أقدم لكم طعاما؟ وكرر السؤال ما رأيكم أن أقدم لكم طعاما؟ ما لكم لا تنطقون؟ وأخذ يضحك وحمل فأسا وحطم به الأصنام كلها إلا أكبر صنم موجود فعلق الفأس على كتفه ورجع إلى بيته بعد فترة ذهب قومه إلى المعبد وكان معهم أبو إبراهيم حتى يعبدوا هذه الأصنام ففوجئوا بأنها محطمة مهشمة من فعل هذا بآلهتنا؟ إن من فعل هذا بآلهتنا مجرم لقد سمعت أنا وأصحابي فتى اسمه إبراهيم يكره أصنامنا ويحقد عليها ولقد هددنا بأنه سيفعل شيئا لهذه الأصنام الزعيم أحضروا لي إبراهيم على مشهد من الناس كلهم أتوني به حالا هل أنت من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أنكر إبراهيم لغرض في نفسه وقال مستغربا أنا من فعل هذا؟ إن من فعل هذا هو الصنم الكبير وقال أيها الزعيم أيها الناس اسألوا الأصنام المحطمة اسألوها من قام بتحطيمها ستقول لكم إنه هذا هو الصنم الكبير إنه يظن نفسه أنه قوي إن هذا الصنم الشرير بعد أن حطم الأصنام الصغيرة الضعيفة وضع الفأس على كتفه كان الزعيم والناس يسمعون حديث إبراهيم وهم مستغربون لأنهم يعرفون في قرارة أنفسهم أن هذه الأصنام لا يمكن لها أن تفعل ذلك ماذا تقول يا إبراهيم؟ إن هذه الأصنام لا تتكلم؟ ولا تتحرك وهنا تأتي حكمة إبراهيم في أن يوضح لقومه خطأهم فقال إبراهيم وبصوت قوي بما أنكم تعرفون أنها لا تنطق ولا تتحرك وعندكم العلم بأن هناك شخصا ما قام بتحطيمها ولم تستطع الدفاع عن نفسها فكيف تعبدون من لا يملك دفع الضرر عن نفسه؟ فهذه الأصنام أيضا لا تستطيع نفعكم أو ضركم فعرف القوم هنا أن ما يقوله إبراهيم هو الصواب ولكنهم بدلا من الرجوع عن ضلالهم وغيهم اشتد بهم الغضب وتمسكوا بخطائهم وصاح الزعيم ويحك ويحك كيف تفعل هذا بآلهتنا أيها الناس أيها الناس أوقدوا نارا كبيرة سنحرق إبراهيم فيها أحرقوا إبراهيم أحرقوا إبراهيم ألقوا بالنار ولكن الله عز وجل خالق كل شيء هو الذي خلق النار ووضع فيها خاصية الحرق فعندما ألقى هؤلاء القوم إبراهيم إلى النار أمر الله النار وقال لها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا يا نار وقوني بردا وسلاما على إبراهيم وبالفعل لم تؤذي النار إبراهيم ونجى من بطش قومه وضلالهم وهذه القصة تعلمنا التفكير السليم والمثابرة في تحقيق الهدف توفي إبراهيم الخليل في فلسطين حيث تولى دفنه ولداه إسماعيل وإسحاق عليهما السلام إن هذه القصة ممتعة جدا ونستفيد منها الكثير من العبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر